شهدت قرية تفتيش السرو في دميات إطلاق قافلة طبية شاملة على مدى يومين ضمن جهود مؤسسة حياة كريمة ذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتم خلال القافلة توقيع القشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة خصوصية بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاق بالمستشفيات وإصدار قرارات على دفقة الدولة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التفقفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاق بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية معمل متكامل في أكثر من 40 تحليل معنا كمان خدمات الأشعة سواء أشعة عادية أو أشعة سونار مفعالين الكشف المبكر عن أمراض زي الضغط والسكر عشان نكتشف المرض في أوله فبالتالي ناخد إجراء سريع تجاه المريض ناحيته برضو مفعالين خدمة الإحالة فبالتالي المرضى اللي بيحضروا للقافلة مش بيحصلوا على خدمات الكشف والعلاج فقط الخدمة ممكن تمتدل بعد كده لو المريض محتاج أنه هو يعمل عملية جراحية أو ياخد إجراء مش موجود في القافلة فبينوجهه الأقرى مستشفي يقدر ياخد الخدمة فيها أول ما عرفت أن فيه قافلة طبية عن طريق الوعدة المحلية جيت هنا حضرت وأطعت التذكرة ودخلت أنف وأزن ودكتور كشف عليها ورجيت صرفت العلاج دخلنا الجامعة في الاستبال الحمد لله عشرة على عشرة دخلنا كشفنا الدنيا ميسرة جدا وصرفو لنا علاجنا والحمد لله كل حال كانت تمام أنا جاءت كشفت هنا في القافلة هنا والكشف مجانا بدون أي فلوس ومشاء الله كل حاجة كويسة هنا برضو